فن اثنان ثلاثة عنوان الدرس حديث حول العدد مئة والآن فلنقوم بمراجعة ما تعلمناه سابقا أوجد الناتج اثنان زائد ثمانية يساوي عشرة سبعة زائد ثلاثة يساوي عشرة أحسن أكمل خمسة زائد خمسة يساوي عشرة أربعة زائد ستة يساوي عشرة ماذا تلاحظ؟ تلك عبارات الجم لمكونات العدد عشرة هل توجد عبارات أخرى؟ نعم أذكرها والآن أكمل تسعة زائد كم يساوي عشرة؟ كم تحتاج التسعة حتى تصبح عشرة؟ تسعة زائد واحد يساوي عشرة أحسنت أنظر معي ماذا تلاحظ؟ أنها أعمدة العشرات من قطع دينيز هيا قم بعد العشرات كم عدد العشرات لدينا هنا؟ أحسنت تسع عشرات وتمثل العدد تسعون ماذا لو قمت بإعطائك عمود عشرات إضافي؟ سيصبح لدينا عشر عشرات عشر عشرات تساوي عند ضمها واحد مئات عشر عشرات تساوي واحد مئات عشر عشرات تمثل العدد مئة تمثل العدد مئة أحسنت والآن مع أعمدة العشرات من قطع دينيز ماذا لدينا هنا؟ عشر أعمدة عشرات عشر من أعمدة العشرات تمثل مسطح واحد من المئة أي عشر عشرات تساوي واحد مئات عشر عشرات قيمتها المكانية مئة والآن ماذا لو قمت بتقسيم أعمدة العشرات العشرة مناصفة؟ إذن سيأخذ كل جزء منهم خمس أعمدة عشرات أحسنت خمس عشرات و خمس عشرات تكونان عشر عشرات الآن أكمل معي خمس عشرات قيمتها المكانية خمسون أحسنت و خمس عشرات أخرى قيمتها المكانية خمسون خمسون وخمسون تكونان عشر عشرات قيمتها المكانية مئة إذن اليوم أوجدنا باستخدام العشرات مكونات العدد 100 50 و50 تكونان 100 أحسنت والآن مع استخدام أعمدة العشرات من قطع دينيز نوجد مكونات العدد 100 قم بعد الأعمدة في الجزء الأول لدينا هنا 2 من أعمدة العشرات قيمتها المكانية 20 أحسنت أكمل معي كم يوجد لدينا هنا في الجزء الثاني؟ 8 من أعمدة العشرات قيمتها المكانية 80 أحسنت 20 و80 تكونان 100 أحسنت تذكر دوماً أن عشر عشرات تساوي واحد مئات أحسنت ماذا لو قمنا بأخذ 10 أعمدة عشرات من قطع دينيز وتوزيعها بطريقة مختلفة؟ أنظر معي قم بعد العشرات في كل مجموعة على حدة لدينا هنا 4 عشرات أحسنت قيمتها المكانية 40 والمجموعة الثانية أصبح لدينا 6 عشرات أي قيمتها المكانية 60 أربع عشرات وست عشرات تكونان عشر عشرات إذن أربعون وستون تكونان مئة أحسنت عشر عشرات تساوي واحد مئات تذكر دائماً ماذا لدينا هنا؟ إنها نقود معدنية من فئة عشر فلوس إذن سنقوم بتوزيعها بطريقة مختلفة ولكن تذكر دائماً أنها تمثل مئة والآن انظر معي لدينا مجموعة من النقود المعدنية قم بعدها ثلاث عشرات أي قيمتها 30 أحسنت وسبع عشرات قيمتها 70 أحسنت إذن ثلاثون وسبعون تكونان مئة أحسنت مكونات العدد مئة إنه درس اليوم عشر عشرات تساوي واحد مئات إذن لدينا عشر علب سنقوم بتوزيعها كل على حدة لنحصل على مكونات أخرى للمئة انظر معي في المجموعة الأولى لدينا علبتان تحتوي كل علبة على عشر من الأقلام إذن علبتان أي اثنان عشرات قيمتها 20 أحسنت وثمانية من علب الألوان أي ثمانية عشرات قيمتها 80 عشرون وثمانون تكونان مئة أحسنت أكمل ماذا يوجد لديك هنا؟ إنها حزمة من أعواد المصاص حزمة العشر قمنا بتوزيع عشر عشرات كل على حدة يوجد لدينا في المجموعة الأولى أربع عشرات أي أربعون أحسنت وست عشرات أي ستون أربعون وستون تكونان مئة أحسنت عشر عشرات تساوي واحد مئة تمرين آخر فلنقرأ السؤال مثل العددين على شبكة المربعات باستخدام لونين ثم أكمل إذن نحتاج إلى أقلام لتلوين تلوين ماذا؟ ستون وأربعون أحسن نقوم بتلوين ستون هل سنقوم بتلوين مربعة تلو الأخرى؟ لا نحتاج إلى تلوين أعمدة تحتوي على عشر مربعات إذن نحتاج إلى تلوين ستة من أعمدة العشرات سأختار اللون الأحمر إذن سأقوم بتلوين ستة من أعمدة العشرات أي ستون ثم أقوم بتلوين أربعة من أعمدة العشرات أي أربعون لقد قمت بتلوين ما يدل على مسطح مئة إذن ستون وأربعون تكونان مئة أحسنت مثل العدد مئة بلونين موظفاً العشرات الكاملة في شبكة المربعات إذن في هذا التمرين نحتاج إلى أقلام تلوين مكونات المئة عندما قلنا موظفين العشرات الكاملة هي عشر وتسعون عشرون وثمانون ثلاثون وسبعون أربعون وستون خمسون وخمسون إذن نستطيع الآن أن نختار أحد مكونات المئة عندما نوظف العشرات الكاملة ولتكن ثلاثون وسبعون إذن يجب علينا أن نحدد ثلاث أعمدة من العشرات الكاملة نقوم بتلوينها أولاً هيا قم بالتلوين أحسنت أحسنت ثم نقوم بتلوين سبع عشرات كاملة أحسنت لقد قمنا بتلوين ثلاث عشرات كاملة أي ثلاثون وسبع عشرات كاملة أي سبعون ثلاثون وسبعون تكونان مئة أحسنت ماذا تعلمنا من درس اليوم؟ حديث حول العدد مئة كتابة عدد العشرات استخدام العشرات لتكوين العدد مئة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر